في الانتخابات يفي كبار السن لعملية الاقتراع من مبدأ أنه سلوك يبقى الجزائر في خانة الأمن والأمانة لا رأى قدير كبار السن الله يعاونها على هذا البلد وينصرنا هذا البلد وليداتنا رأى مغبونين بزاف وليداتنا رأى مغبونين بزاف ورأى يقضعوا الفرنسا يتبعوا هذا الباطل فينا ورأى يتبعوا فيها انتخابات رئاسية تانية بعد الحراك يرىها البعض خطوة إلى الأمام نحو تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي وينظروا إليها البعض الآخر بعين الحذر راغبين في تغيير أعمق يتجاوز الشعارات نتمنى الرئيس تانية تفكر للشباب اللي رهم ضايعين نتفكر إن شاء الله الناس اللي رهم عندهم ديبلوماترهم قاعدين في الضيار يتفكرهم إعادة اللحمة ما بين الشعب والشباب الجزائري ومؤسسات الدولة التي صارت الشعب لا يتقفي في العهدات أو الرؤساء أو البرامج في ولاية وهران غرب الجزائر السلوك الانتخابي ذاتها فيما تصر السلطة المستقلة للانتخابات على رؤيتها رفع نسبة المشاركة في الاقتراع ثلاث محاضر بالنسبة لكل مترشه سوف يسلم له المحاضر زيازة على المحاضر الأصلية التي سوف تسري مسار آخر إلى اللجانة البلدية وإلى السلطة ويعلق أيضا يجب أحد ثاني كيف في الشفافية وأن محاضر أصلي سوف يعلق على مستوى المكتب عكس ما حملت انتخابات 2019 من تطلعات سياسية تبرز اليوم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لسيما تلك المتعلقة بالحياة اليومية للشعب على غرار توفير الوظائف وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز البنى التحتية وترقية الخدمات العامة كدافع أول للمشاركة من عدمها في هذا الاستحقاق الرئاسي نريمان قداش المشهد وهران